لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب لما بلدنا تدتنا الحب في اطار مواصلة الملتقيات التي تنظمها وزارة الداخلية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لترسيخ روح الولاء والانتماء لديهم وخلق جيل جديد واعي بقدرات وانجازات وطنه استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية مجموعة من هؤلاء الشباب من قاطني مناطق معن واهلين والاسمرات بالقاهرة وبشاير الخير بالاسكندرية لمشاهدة مقتنياته التي تؤرخ للحضارة المصرية عبر العصور يشاهد الشباب بكل فخر هذه الحضارة الممتدة بجذورها في اعماق التاريخ بعد ان اتحت لهم وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية الرئيس الجمهورية هذه الفرصة وغيرها ليتعرفوا على حضارتهم التي يستمد منها المصريون القوى لمزيد من الإنجازات والمشروعات الممتدة بطول البلاد وعرضها لبناء الجمهورية الجديدة زيارات الوزارة الداخلية بتعملها غيرت فينا حاجات كتير قوي ويعني نورت عقلنا ان احنا ما كناش نعرف الحاجات دي وبصراحة يعني تعلمنا حاجات وشوفنا حاجات احنا ما نتوقحهاش بشكر سؤالة الرئيس على حاجات اللي هو بيعملان وبنشكر وزارة الداخلية عشان عرفتنا على تاريخ بلدنا بعد جولات قام بها الشباب بين قاعات المتحف شاهدوا عرضا مصرحيا حول حياة الملكة حتشبسوت وهو عرض يؤكد على قيم البناء والسلام والانتماء للوطن المبادئ الأساسية حق وعد وخير وجمال ورحم الشيك الحلاء الإنسان احنا بنوصل للطفل المصري ان هو لازم يعرف حضرته ويعرف مين حتشبسوت انجازاتها كانت ايه وكانت هي من اهم انجازاتها السلام كما تم توزيع هداية تذكارية على الشباب بنشكر وزارة الداخلية على التنظيم وطبعا بنشكر الرئيس على المبادرات الهمة اللي بيعملها لاحتواء الأطفال والشباب من مختلف الفئات مبادرة كلنا واحد من أهم المبادرات اللي جات المتحف القوامة الحضارة المصرية وإحنا بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم لهذه المبادرات مثل هذه المبادرات اللي بتقصل أصول الدعم والانتماء عند الشباب مبادرة كلنا واحد جيل جديد هي مبادرة تهدف من ورائها وزارة الداخلية إلى التواصل مع أهالي المناطق الحضارية الجديدة بخاص الشباب لتعرفهم بحضارة وطنهم والانجازات والمشروعات التنموية التي تحدث على أرض الوطن وهو ما يرصخ لديهم روح الانتماء والولاء لهذا الوطن ويفجر لديهم طاقات البناء نحو مزيد من الانجازات فرحانا نسيط الرئيس مهتم بينا مش مهتمي بنا احنا بس مهتمي بأمهاتنا وبالجيل الجديدة اللي طالع وبالشباب اللي طالعها جديدة وبقى أشكر الرئيس عد للفتاح السيسي اللي هو ودقنا أماكن ما كناش نعرفها وتعلمنا النهاردة حاجات كتير قوي على طول مفرحنا وشكرا لنها رئيس لحيا مصر اشتركوا في القناة